خير عليك كابتن هاني تحاتي الحديثة وتحاتي الكل مشاهدي قناتنا دايما ومشرفنا دايما وقبل الهوى بتقولي النهاردة في حلقة مميزة جدا 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 دايما قناتنا يا الهدى كابتن ما بيجيبش حاجة إلا لما بتكون حاجة هدفة ومميزة وفيها استفادة للكل طيب خليني أبدأ معك بيمكن البيان اللي أصدره النادي الأهلي البيان الرسمي وكان فيه ما بين قوسين كده عملية يتمنى من اتحاد الكرة إنه يطور من منظومة التحكيم السنة اللي جاية أو الموسم القادم وشوية خطوات لازم يأخذها لاتحاد المصري ورأيك في البيان ده إيه ورأيك كمان في دور فريرة كمان يمكن تولى المهمة في إدارة التحكيم المصري بعد كلاتنبرج رأيك فيه شخصيته إيه إيه اللي عمله خلال الفترة اللي فاتت زي ما حضراتك شايفين ده طبعا البيان اللي أصدره النادي الأهلي وبيطالب اتحاد الكرة بتطوير منظومة التحكيم تماما كانت النهاني ناد الأهلي يعني يبحث دائما مش لمصطحة ناد الأهلي ناد الأهلي بيبحث دائما لمصطحة الأندية كلها وده مهم جدا بس لابد نحن نقول لكلام ده طبعا طبعا لأن المسابقة النهاردة لما يبقى التحكيم فيها كويس وجيد بيبقى المسابقة مشها بشكل كويس بقى ناد الأهلي النهاردة مش بيتكلم بس على ناد الأهلي ولكن بيتكلم على جميع أندية المسابقة صحيح وبيكلم على العدالة للكل للكل خلي بالك نقطة مهمة جدا لكاتنهاني نادل الاهر نهاردة باخد طول الدور العام واخد خمس بطولات صحيح مع ذلك هو بتكلم على عنصر مهمة جدا وهو عنصر تطوير التحكيم النادي الاهر نهاردة في البان عمل حاجة جميلة جدا جدا لكاتنهاني ولو رحنا للاتحاد الدولي وما يعني ولوايحه والمجلس الدولي التشريعي الايفاب بيتكلم على ايه نفس اللي بيتكلم عن الاتحاد الدولي النادي الاهر نهاردة بيكلم في البيان لو جبنا البيان هنستعرض نقطتين خاصين بالتحكيم في منظومة التحكيم بتكلم في نقطة مهمة جدا وهي بنقول هنا أن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل الانطلاق الموسم الجديد وتحقيق أعلى درجات الاستفادة خلي بالك من نقطة دي مهمة قوي أعلى درجات استفادة من التكنولوجيا الحديثة وحكام الفيديو المساعدين في تقليص ها فعند النقطة دي مهمة جدا يعني ايه عندنا تقنية الفيديو نلاقي بيتكلم على إزاي التقنية بتبقى أحدث وتبقى جديدة بحيث أنها تتوافق مع البطولة اللي عندنا أيضا بتكلم على أنصر البشري كابتنهاني وهو الحكام اللي هم حكام الفار نطور من أداءهم لأن هم دولة اللي بيأخذوا القرارات مع الحكام يبقى هنا بنتكلم على التكنولوجيا الخاصة بالتقنية والخاصة بحكام الفار تكنولوجيا الأجهزة الأجهزة ده على مستوى الأجهزة ولكن كمان على المستوى البشري بالزبط وأنا مش ينفع أحدث الأجهزة وأنا عندي حكام لا يملكون الخبرات صحيح؟ عاملين مشاكل يبقى هنا بنتكلم في جزئين دي جزئية مهمة جدا 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 التكلمنا تاني أنه هناك بعض الحكام اللي لابد أن هم يقابلوا وأؤلاء اللاعبين اللي هم بيلعبوا يا كابتن بيلعبوا بوحشية بأنف ما عندهمش التزام بيعيدين كل بودة عن السلوك الرياضي فهو بتكلم فينا إيه؟ بيكلم خاصة أنه لازالبعض من الحكام لا يتعاملون بحزمة مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء ويثيرون الأزمات ولقد سبق أن طلب النادل الأهلي كتير جدا جدا فعلا ده مش أول مرة يطلب خلال هذا البيان أنا بقول من فضلك اتحاد الكرة النادل الأهلي نهاردة كاتب بيان خلي بالك خد النقاط دي وطور من النادل التحكيم لأن التحكيم النهاردة لو مش كويس الأمور متبقاش كويس أنا معاك وعايز أخذك من دية سريعا قبل أنت محضر لنا حاجات كتيرة وميزة جدا دور بيريرا إيه؟ الفترة اللي فاتت يعني كمان هو الراجل بعد كلاتنبيرج جابه بيريرا على أساسي طول